بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سمع سماوات ياتباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاصئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطي وأعتدنا لهم عذاب السعين وللذين كفروا بربهم عذاب جاهنا وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لا شيقا وهي تفور تكاد تميزين الغيذ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعين فاعترفوا بذنهم فصحقا لأصحاب السعين إن الذين يخشون ربهم بالغير لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أبي جاروا به إنه عليم بذات السدور ألا يعلم من خلق ربه اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض بلودا فامشوا في مناكبها وقلوا بالرزقه وإليه النشور أم أنتم ما في السماء ينصف بكم الأرض فإذا هي ثم النور أم أنتم ما في السماء ينصل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطين فوقهم صافات ويقبر ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم يا منسوكم يا عدون الرحمات إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رذقه بل لجوا في اغتبه ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سبيا على سراث مسبق قل هو الذي ينشاكم وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة قليلا مما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن أنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذيلا مبين فلما رأوا ظلفتانسي أتودوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه تاكتلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء بعين